تعرف شي جنبين بالتفصيل على وضع الضباط والجنود الذين يدرسون نظريات الحزب الشيوعي الصيني المبتاكرة ويكسفون التدريب العسكري والاستعداد للحرب ويواصلون التقاليد الجميلة في ملعب التدريب شجعهم على التدريب بشكل مجتهد وعلمي ومأمون بعد ذلك استمع إلى تقرير عن عمل الفرقة وألقى خطابا مهما فيما شدد على ضرورة القيام بعمل رصي في جميع جوانب بناء الجيش السياسي والحفاظ على القيادة المطلقة للحزب الشيوعي الصيني على الجيش وتعزيز بناء المنظمات الحزبية على المستوى القاعدي بالإضافة إلى ذلك أكد أنه من الضروري تعزيز التدريب العسكري والاستعداد للحرب بشكل شامل من أجل حماية الأمن الاستراتيجي للبلاد ومصالحها الأساسية بقوة ويجب تقوية بناء مرافق الدعم لتشكيل نظام قدرات قتالية فعلية ترجمة نانسي قنقر